لذلك كان مهم جداً هو يبدأ بجزئية هذا الموضوع لكن موضوع فيروس كورونا تحديداً كان فيه كلام كتير ولغة كتير يا سيد أسامة بعد ما رجعت لدنا وأكيد أحمد مسعود يوصد أنه لما عمل مساحات تبارى المساحات الخاصة بالتحاد الكورة طلعت سلبية لكن مع المساحات الرسمية قد طلعت إجابية فده بيعمل لغة وده اللي ممكن خلى التحاد الكورة النهاردة بيفكر أن العدد المساحات أو مسألة الإصابات لما تزيد أو توصل لأربعتاشر أو خمساشر لعب هنا ممكن نأجل مباراة ما الشرط يكون عشر لعب بس بص قوحنا للأسف الشديد أنا مبدئياً مش عايزة أروح لمربع أن فيه أيدي بتاع بس لإلغاء الدورة ولكن خلينا نتفق أن فيه ناس كتير مش عايزة الدنيا ترجع ومش عايزة الدورة ده تحديداً خصوصاً أن فيه ناس أقسمت بالله على الهواء مباشرة أن الدورة سندت لها وفيه ناس للأسف الشديد قالت أن كورونا هدية من السماء علشان الدورة نبدأ موسم جديد وفيه ناس قالت مش هنرجع نلعب ولا ننزل للملعب إلا لما كورونا يختفي أو تلاقوله مصر وفيه ناس قالت أن كورونا في كل بيت والناس عايزة ترجع الدورة عشان الأهل يفوز باللقب طيب الرده بمنتهى البساطة لكل الناس دي اللقب اللي أنت بتتكلم عليه للأسف الشديد لو ترجع للأرقام هتلاقي أن النادي الأهلي فايز بيه 41 مرة يعني ثلاث أضعاف ثلاث أضعاف قارب المنافسين ليه بالضبط وضعف مجموع كل الأندية مجتمعة الأندية مجتمعة اللي فازت بالدورة النادي الأهلي فايز بيها بدعفهم فالطبيعي أن 42 مش هتفرق من 41 أكيد لكن أنا شخصيا ببقى سعيد لما الدوري يخرج من بيته المفضل نادل الأهلي سنة أو سنتين لأن بحس بقيمة الدوري ده أنه بقى بطولة كاسعة لكن خلينا نتكلم في الكلام المنطقي الكلام المنطقي بيقول أن فيه أزمة كبيرة وفيه فيروس وده ابتلاء من عند ربنا والعالم كله بيصلي وبيدعي علشان يرفع البلاء ده لكن لكن فيه الناس بتتكلم بشكل موضوعي جدا وتتعامل مع إجراءات احترازية طيب ما الحلول موجودة نعمل زي كل العالم ما بيعمل فيه إجراءات احترازية وفيه بروتوكول واللي يخالف الكلام ده يتعرض لتحذير ثم إلى غرامات مالية من اللعيبة هتقول لي طب وإزاي أطبق الكلام دوت وإزاي أن أنا أعمل الكلام ده ومنتهى البساطة هل فيه لعيب كورة في مصر من الدور الممتاز ما عندهوش موضوعي الحديث ده أكيد طبعا كل موجود وجاهز معاه طيب إيه المشكلة أن أنا كل ما يتعلق بالمنظومة الكروية في الأندية في الفريق الأول وكل الإداريين وكل المدربين وكل أفراد الجهاز الطبي واللعبين ينزل عندهم تطبيق أنت قصد تطبيق يكون فيه كل الإجراءات الاحترازية يكون فيه كل الإجراءات الاحترازية ويكون بالتعاوم مع اللجنة الطبية في اتحاد كورة القدم أو الوزارة أو وزارة الداخلية وأن الكلام دوت التطبيق دوت يحدد لك كل لعيب متواجد فيه بالمناسبة ده الإرشاد الطبي ده الإرشاد الطبي اللي أصدره الاتحاد الإفريقي وموجود حاليا مع الأربع عندي اللي موجودين في دورة أبطال إفريقيا عايز أقول لك إرشادات طبية من أول ما تدخل قط اللبس لجاية لما تركب الطيارة وترجع وده الطبيعي وده اللي بيحصل في كل العالم بمنتهى البساطة هبقى عارف اللعيم ده راح فيه بتجمع بتاعه ازاي راح فرح راح مه الكلام ده هيبقى من السهل أن أنت تسيطر على الموضوع بمنتهى البساطة وبالتالي اللي يخالف اللي يخالف يستحق أنه تعرض لعقوبة وهيبقى فيه منتهى الشفاثية قدام الناس كلها ولا هنسمع حد بقى يقولك كورونا في كل بيت وعايزين يددوا الدورة لأهلي ده كلام فاضي ده كلام فارغ هنلعب أفريقيا والأمور هتبقى واضحة قدام الجميع واللي بيطبقها في الدورة المصري هتطبق أصعب منه وإنت مسافر في مباريات إفريقية وساعتها لكل هيحس بقيمة هذه الصناعة وأهمية هذه المسابقة لأن الدورة بالنسبة لنا زي ما أنت سكرت يا سوسامة الأهلي واخد 41 دوري فالأهلوية بيحسوا مثلا بيقيمة البطولة لقدر الله لما بتجيب سنة أو سنتين لكن الأهلي دايما الحريص على أن الصناعة تستمر لأن أنت ممكن لقدر الله عايز تلغي المسابقة دي ما أنت المسابقة اللي جاية ممكن تبدأ كمان شهر لقدر الله لو فيه إصابات هتلغيها بدل ما تلغي بطولة هتلاقي نفسك لغيت بطولتين وكمان وده بيأكد أن النادي الأهلي مش هدفه أنه هو يرجع علشان ياخد بطولة دوري قلتلك أن الأرقام الأرقام رهيبة والفنق رهيب جدا بينه وفي الأخرين لكن الأهلي الأهلي مؤسسة وطنية الأهلي ماشي مع توجه الدولة عودة الحياة عودة الحياة في كل أنواعها سواء رياضية ثقافية أنشطة اجتماعية النادي الأهلي حريص على ده بس علشان ما حدش يراهن ويتكلم كتير في موضوع الوطنية والكلام اللي احنا بنسمعه ده طيب سؤال أخير سؤال أخير في 30 سنة أو في 10 ثواني مبسوط بأداية الأهلي في مباراة أمبي رغم أن البداية جاية بعد 5 شهور إيقاف ولا لسه إن شاء الله المباراة اللي جاية هتيبقى الأداء أفضل من كده مليون في المية الأداء مش مواكب لمستوى الطموحات ولا الأداء اللي كان قبل التوقف ولكن زي ما قلت لك فترة التوقف 5 شهور من الطبيعي جدا أن يحصل فيه هبوط ولكن مع التدرج المباراة ومع استمرار المباراة أتمنى إن شاء الله أن اللجنة الخماسية تعلم جدول الدوري المتبقي خلاص كلنا عرفنا أن دوري عبطال أفريقيا نصف النهائي ينكزة والنهاية ينكزة أتمنى يا رب إن شاء الله تعلن الموضوع علشان الأندية تبع عرفة رأسها من رجليها والنادي الأهلي مع المباراة هيرجع النادي الأهلي اللي مع غايلر بيحقق إنجازات وإرقام قياسية بإذن الله أستاذ أسامة السويسي الكاتب الصحفي والنقد الرياضي ومحبوب الأهلوية عبر السوشيال ميديا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا